تابعين الكرام بالمكار المهجنات الاصائل في هذه اللحظة تعلنت هذه الانطلاقة واسير واذهب مباشرة الى الصدارة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوت وهذه الانطلاقة هناك بشعار سعيد بن مطر الرميثي على صدارة على المركز الاول في هذا الانطلاقي وفي هذا المسار بينما نقل مباشرة المشاهدين العزاء متابعين الكرام مع المركز الثاني شاهدنا الاثارة وشاهدنا القوة في هذا الشوت وفي هذا المساء اذا لنشاهد هناك صاحبة الخنجر اللي هي صناعة التي صنعت المجد مع عبدالله بغصابر عطيرة العامري هناك وذهبت بهذه الخنجر الغالية بينما الدرع ذهب مع شاهين لسيد سهيل بن سلطان بن رشيد تهانينة والناموس وايضا ذهب بسلامات هذا الدرع لأهالي العوير هكذا هي الانطلاقات هكذا هو التنافس وايضا والتحدي الكبير في عاصمة الميادين مع سن المفاجآت والخمسة كيلومترات هي المسافة مشاهدين العزاء متابعين الكرام هناك سعيد بن مطر الرميثي يقدم هناك هناك الحمية على المركز الأول سعيد بن مطر الرميثي بينما المركز الثاني المركز الثاني بينما المركز الثاني وما وصلت افتخار لسيد محمد بن عبدالله بل كيلة العامري والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات حشيمة على ثالث المركز خليفة بضبيب الشامسي هنا يقدم حشيمة في هذا الشوت وفي هذا الانطلاق بينما المركز الرابع المركز الرابع القادم بيد الحظات اريام اعزيز بسعيد بن سلطان اليحافي يقدم لنا اريام المركز الخامس وصلت المسك منصور بن احمد اآبس أو منصور بن الشيبي بن علي السبوس يتواجد هنا في هذا الانطلاقي وفي هذا المسار بينما المركز السادس القادم هناك المايدية لسيد سالم بسيف بن كليبي الاكتبابي بينما هناك المتدخلة على المركز السابع في هذه اللحظات والقادمة هناك القادمة في هذه اللحظات اللي هي مراسيل انبارك بن خادم بن حمد المنصوري والدخول في هذه اللحظات وصلت اللي هي الشروط خميس بن سالم الشامسي على المركز الثامن والمركز التاسع وصلت الغربية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري والمركز العاشر القادمة هناك القادمة اللي هي بالشعار مشاهدين العزاء الذيب لسيد سالم بسهيل بالويع العامري هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة وانطلاقاتنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام اعودوا والعودوا احمد هناك الى الحمية على صدارة على المركز الاول يتواجد سعيد بن مطهر بن محمد الرميل على صدارة على المركز الاول والانطلاق الاول والمسار الاول بينما المركز الثاني القادمة في ثاني المراكز مشاهدين العزاء اللي هي افتخار محمد بن عبدالله بالكيلة العامري ولكن تدخل هناك تدخل اليحافي وصل اليحافي ليقدم اريام عزيز بن سعيد السلطان اليحافي يا سلام الله 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 الثالث وصلت في هذه الحظات المركز الثالث القادمة هناك اللي هي المسك 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 لسيد مصور بن شيبة بن علي السبوسي يقدم لنا المسك في هذه الحظات وفي هذه الانطلاق ولكن هناك المتدخل المشاهدين العزاء اللي هي حشيمة خليفة بضبيب الشامسي يقدم هذه الانطلاقة ويقدم هذا الاسم العملاقي والخطر ولكن هناك ممثل المدام الدائم القادم من الجانب الاخر مع المايدية سالم سيف بن كليب الاكتبي يقدم هذا الاسم مشاهدين العزاء متابعين الكرام ولكن اعود والعود واحمد هناك الى الصدارة الى المركز الاول ما شاء الله تبارك الله المايدية المايدية على الصدارة اوحمية على صدارة على المركز الاول يتواجد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على الصدارة على المركز الاول بينما اليحافي اليحافي قادم مع ريام 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 تعزف الوتر الثاني هناك في ثاني المراكز عزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي وصل بالعضيلي وصل هنا ايضا اللي هي وصلت الصمود احمد بن محمد وسعيد بالعضيل العامري ولكن الاسم القادم القادم هناك الشاهينية محمد بن مطر بن اغدية للكتبي يقدم الشاهينية قدم لنا هملولة ويقدم الشاهينية والقادم هناك الله 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 الذيبة الذيبة سان بسهيل بالويع العامري يقدم الذيبة الاسم القادم من الجانب الاخر الله جولة الوامر جولة الوامر حرك 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 وروح يرميثي مع صدارة سعيد بن مطر رميثي على صدارة على المركز الاول ولكن هنا التدخلات وهناك الانطلاقة من الجانب الاخر مشاهدين العزاء متابعين الكرام القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة اللي وصلت الفائزة عبدالله بن غصابر العامري يبيفوز يبيفوز للمرة ثانية من قدم لنا هناك صناعة في الخنجر ولكن هنا هنا ايضا الشاهنية محمد بن مطهر بن غدير الاكتبه يتواجد ويقدم هنا الشاهنية كما قدم هملولة اذا هنا يتواجدان الاثنين يتنافسان على النقطة الثانية الله 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 اهالي نزوة اهالي نزوة نزوة ايضا هنا تأتي بالسلام للمرة ثانية على التوالي تهانينة والنموس لمحمد بن مطهر بن غدير الاكتبه على هذا الهوز تهانينة والنموس ولحظات الوصول عند خط النهاية بينما المركز الثاني وصلت الفائز عبدالله بن غصابر عطير العامري المركز الثالث وصلت تصمود احمد بن محمد بن سعيد بن عضير العامري المركز الرابع هناك وصلت اللي هي المايدية سالب سيفي كليب والمركز الخامس الوصول من أريام عزيز مسعيد السلطان اللي حافي هذه هي النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام هنا أيضاً الخمس المراكز الأولى الذي أيضاً من خلالها عند خط النهاية شهدنا التنافس القوي والتحدي المثير مشاهدين العزاء متابعين الكرام إذن التوقيت الزمني مشاهدين العزاء متابعين الكرام لحظاته وصول الشاهنية محمد بن مطر بن اغدير الاكتبات هنينة والناموس على هذا الفوز أيضاً مش غريبة بالفعل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مالك أيضاً هملولا في الشوط الماضي سبع دقائך بالفعل ثمانية وارمعين ثانية وتسعاً من الأجزاء هنينة والناموس على هذا الفوز ولحظاته الوصول هذه الشاهنية بينما ثانياً قطعت المساوة سبع دقائق خمسين ثانية وجزءاً واحداً من ثانية تهنينة والناموس اللي ايضا عبدالله بغصابر على الطير العامري على فوز الفائزة بالمركز الثاني بينما ثالث المراكز اللي وصلت في ثالث المراكز سبع دقائق وخمسين ثانية واربع اجزاء من الثانية اللي حلت على المركز الثالث مشاهدين العزاء اللي هي الصمود لأسيد احمد بن محمد بسعيد بالعضيل العامري تهانين